سالخير على حضراتكم حلقة جديدة من برنامج السادسة وكلام كتير عن الكرة المحلية والعالمية ولكن في البداية في حالة من الفخر والسعادة كبيرة قوي طبعا بالبطلة المصرية بنت النادي الأهلي مايار شريف اللي قدرت نهاية فوز ببطولة تشارلستن الأمريكية وطبعا إنجاز كبير يضاف لتاريخها لما اسمها يضحط مع أسماء ناس كبيرة قوي في عالم التنس قدروا أنهم يفوزوا بالبطولة دي زي شتيفي جراف كراس أيرفرت وسرينا ويليامز ونشوف النهاردة اسم لعبة مصرية نجمة جديدة بتتولد بيضاف طبعا ده لتاريخها وإنجازاتها الحقيقة بعد ما شفناها طبعا في رولانجا روس بتلعب في الدور الرئيسي وده ما كانش محد صدفة أبدا احنا قدام بطلة بتجتهد وبتحاول توصل لأعلى مكانة ممكنة طبعا بعد الإنجاز ده مايار شريف في المركز 132 عالميا إنجاز لم يشهده التنس النسائي المصري من قبل ألف مبروك للعامة المصرية ومستنيين أكتر يا أحمد إنجازات كتير منه مساخيرة ساروة مساخيرة كل أهلوية بنت الندي الأهلي وفخر مصر الحقيقة في التنس والحقيقة أنا فرحان أكتر يعني اليوم النهاردة كله فرحة في حالة بهجة كده لكن الحقيقة أنا فرحان أكتر من فوز ميار بالبطولة واللي ناس كتير جدا ما تعرفوش إنه ميار من سنتين بس ما كانتش مصنفة يعني ميار ابتدت 2019 وهي أساسا مش دخلة في تصنيف التنس وفي خلال فترة بسيطة جدا قدرت البنت دي إحنا طبعا بنتكلم على قصة وحكاية ورواية حالة من حالات التحدي والإصرار حالة من حالات الرغبة في إثبات الزات أو تحقيق هدف غير طبيعية خصوصا أنك أنت بتخش رياضة بلدك مفيش عندها فيها تاريخ كبير قوي ولكن حقيقة قدرت البنت في سنتين فقال من سنتين النهاردة بنكلم إن شاء الله إنه في خلال ست شهور ميار مرشح إنها تخش ضمن التصنيف أفضل مائة لعابة تنس على مستوى العالم وده طبعا إنجاز كبير جدا نتمنى لها كل التوفيق وألف مبروك لها إن شاء الله وأنا بشوف إنه الأجيال الجديدة في رياضة المصرية خلاص ما بقاش عندها سقف يعني الطموح ما بيقفش عند جزئية معينة كل التوفيق ليها إن شاء الله في مشوارها ونشوف بقى بعد ميار بطلات وأبطال مصر في رياضة تنس وفي كل الرياضات ومش عارف ليه علاقتنا بالسكواش على أعلى مستوى لكن أي حاجة تانية فيها مضرب يمكن تأخرنا فيها كتير لكن يعني إن شاء الله نرحق ندخل في كل الرياضات نهاردة معنا موضوعات كتيرة جدا حاجات ليها علاقة طبعا بالمنتخب اللي مطشو مع توجو بيقرب أزمة القيد مسلسل عرض مستمر أخبار عالمية وأهداف أعتقد كل اللي بيحبوا الكرة هيستمتعوا بيها في حلقة النهاردة من السادس هنبدأ مع حضراتكم بالأخبار والعنوية الخطيب يجتمع بالجناني والعطار لبحث أزمة القيد المنتخب الوطني بيدخل معسقر مغلق اليوم استعدادا لمبارتاي توجو ألني واتريزيجي وكوكا يصلون مساء اليوم للانضمام للمنتخب البدري يؤجل تغيير معيار شارة الكابتن لمعسكر مارس ميار شريف تتقدم 32 مركز في التصنيف العالمي لسيدات التانس اليوفي يفكر في بيع رونالدو وسانجرمان يترقب أهلا بيكم مرة تانية في السادسة نبتدي مع حضراتكم حلقتنا ونبتدي بالأخبار وكنت بكلم أنه لسه حقيقة مشكلة القيد اللي بيتعرب ديها نادي الأهلي ونادي الزمالك بسبب تأجيل طبعا بالنهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم 27 ما زالت مستمرة وفي الإطار ده الحقيقة كابتن خطيب رئيس النادي الأهلي النهاردة كان حريص أنه هو يزور مقر اتحاد الكورة وكان اجتمع مع عضاء اللجنة الخماسية وبالإضافة كمان أو بحضور وليد العطار مديد التنفيذي للاتحاد عشان ينقشوا بعض الملفات الخاصة بالنادي الأهلي وعلى رأس الملفات دي زي ما قلت لحضراتكم مسألة القيد بالنسبة طبعا للموسم الجديد واللي مفترض أنه ينتهي في يوم 19 من الشهر الحالي وكمان الحقيقة يمكن من الملفات المهمة طبعا الترتيبات اللي مفترض أنها تتخذ في الفترة اللي جاية عشان المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا اللي هيقابل فيها النادي الأهلي إن شاء الله الزمالك يوم 27 نوفمبر نروح لمراسلنا كريم أحمد طبعا كان في تدريب النادي الأهلي النهاردة مساء الخير عليك يا كريم مساء الخير عليك زميلتي صارة ومساء الخير على زميلة أحمد وكل التحية لجمهور النادي الأهلي طمنا يا كريم النهاردة كانت أهم تعليمات موسيماني للعيبة إيه وطمنا على رمي ربيعة ورجوع للتدريبات الجماعية الحقيقة طبعا يعني نقدر نقول تدريبات مكثفة لفريقة لنادي الأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني اللي بيحاول بشكل كبير جدا يستفيد من الفترة دي أعرفنا طبعا عندنا عدد كبير من لعبة النادي الأهلي متواجدة في المنتخب أيضا كمان نديانج ومعلول عندنا عدد يمكن يصل ل11 لعب لكن نهاردة يمكن شفنا باجي وأجوي يعني يمكن كان في معادن هو يكونوا متواجدين يوم الأربع لكن نهاردة متواجدين فيه تدريب بفريقة لنادي الأهلي الحقيقة نهاردة كانت جرعة تدريبية مكثفة جدا فيها جدية وفيها حماس كبير يعني بدأت في البداية طبعا بجزء بدني بسيط جدا لكن كل التدريب النهاردة كان تدريب بخطة طيلي فريقة النادي الأهلي الأمور اللي أكيد بتسعد كل جمهور النادي الأهلي هي عودة سعد سمير كمان من نهاردة شفناه في جزء كبير من التدريبات الجامعية مع رامي ربيع اللي بيؤدي أداء مميز جدا ويا رب إن شاء الله بقى الفترة اللي جاية محتاجين كل لعبت النادي الأهلي كان عندنا غيابات عديدة خلال مرحلة الماضية لكن تدريجيا بقى مع مرور الأيام إن شاء الله بإذن الله رامي ربيع يكون لي دور كبير في مباراة قال النهائل يكون يوم 27 من الشهر الجاري وأيضا كمان سعد سمير بإذن الله يخش تدريجيا مع فريق النادي الأهلي حسين الشحات هو الحقيقة اللي لسه حتى دي اللحظة مستمر فيها للتأهيل لكن يعني نسبة الشفاء مهمة جدا وده اللي بنتكلم عليه على طول مع طبيب النادي الأهلي أما بيكون نسبة الشفاء عالية ممكن الوقت يكون قليل شوية بالنسبة لي حسين الشحات يا رب إن شاء الله بإذن الله حسين يكون جاهز خلال المرحلة القادمة وتحديدا في المباراة النهائية نفس الموضوع ولا ولا دخل بقى شكل من الأشكال مع الفرقة لا مستمر زميلة أحمد حسين في البرنامج التأيلي في الجيم وتدريبات خفيفة جدا طبعا مع الجلسات لكن زي ما بيقولك يعني النسبة الالتئام بالنسبة لي العدل خلفية عنده أو الفترة اللي جاية ممكن تقل شوية يمكن الناس بتقول اخد فترة طويلة لكن يمكن حسين ان شاء الله بإذن الله عشر تيام يعني مع حديثنا زي بنقول مستمر مع طبيب النادي الأهلي بناخد منه على طول المعلومات بإذن الله يكون في بقى من الجزء التدريجي في التدريبات الجامعية لكن النهاردة ما شاركش فيها لتدريب الجامعية بشكل كامل تعرف فيه تأني كبير جدا على كل العيبة النادي الأهلي أي حد بيشعر بأي ألام يعني خلاص بقى بيتجنب من التدريبات لأن المرحلة اللي جاية محتاجة أن كل اللعيبة تكون جاهزة كل اللعيبة تكون في التوب فورم بتاعه يا رب ان شاء الله بإذن الله الأيام القادمة ممكن زي ما أكدنا قلنا ممكن يكون في مباراة دية يمكن ده اللي احنا شايفينه خلال المرحلة القادمة كريم خليني أسألك على باتجي وأجاهي يعني احنا عارفين طبعا أنهما كانوا في أجازة يمكن أربع تيام تقريبا أو خمس تيام مشاركتهم في التمرين النهاردة انت شايف عاملة ازاي يعني شايف الناس رجع بفورمتها بمستواها ولا حاسس أنه الأجازة يمكن إلى حد ما ممكن تكون أثرت عليهم لا يمكن زي ما بقولك يمكن هما كان محدد ليهم أنهم يكون متواجدين يوم الأربع لكن تواجدهم النهاردة في التدريبات كانت جرعة تدريبية كاملة ليهم الحقيقة يمكن ظهروا بشكل طيب جدا وتحديدا في التأسيمة الأخيرة يمكن بيتسو مسماني في نهاية المران عمل تأسيمة مطولة يمكن أجوال تأسيمة كانت شبه مباراة يعني كنا شايفين موسيل هو المحل الأداء متواجد كلاين زمان كابتن سامي الناحية التانية بيتسو مسماني هو اللي بيحكم التأسيمة ظهروا بشكل جيد ومميز جدا وواضح الجهازية وممكن تعرف زميلة أحمد زميلة السارة مرحلة اللي جاية محتاجة جهد كبير ومحتاجة تكاتف محتاجة تركيز كبير جدا مع العيبة النادي الآلي الأهم بقى بالنسبة أن نحن لعبتنا اللي رجع من منتخب يا رب إن شاء الله ترجع بدون أي إصاباته بدون أي حاجة مرحلة اللي جاية مرحلة مهمة جدا يا رب إن شاء الله بإذن الله تكمل على خير وبإذن الله إن شاء الله أماننا كبير في كل اللعيبة وسقطنا أكبر فيهم بإذن الله البطولة التسعة يا رب إن شاء الله بإذن الله كالعادة تكون في دولار بطولة النادي الآخر شكرا كريم أحمد كنت معينا بعد تمرين النادي الآهلي النهاردة في الحقيقة لقطة جميلة قوي طفل جميل جدا اسمه عمر ميكي زار الفريق النهاردة وكابتن محمود الخطيب كان موجود هو الطفل ده حافظ للكرآن الكريم وتم تكريمه من قبل الجهاز الفني وطبعا كابتن محمود الخطيب وقدرنا نحن نعمل لقاء مع الطفل ده خلينا نشوف قولي بقى أنت اسمك إيه؟ اسمه عمر ميكي عندك كم سنة عمر؟ عندك ست سنين مين اللي كرمك النهاردة في النادي؟ الكابتن محمود الخطيب قولي النهاردة أنا شفتك مع الفرقة وبتشيرت وبتتصور معاهم مين اللي إداك التشيرت ولا تصورت مع مين النهاردة أنت؟ تتصورت مع اللعيبة تحفظوا القرآن؟ الحمد لله قولي أنت حفظتوا القرآن إزاي بقى عملتها عشان تحفظوا القرآن؟ أنا بمسك المصحف وأقرأ القرآن ودن أركزه فحفظته قولي عايز تقولي اللعيبة بقى كلها كده قبل البطولة الأفرقية كده عايز تقولي اللعيبة إيه؟ عاوز أقول للعيبة إن شاء الله هتكسبه وربنا معاكم رابع ليه رابع ليه طبعا يعني لقطة لطيفة جدا الحقيقة الواحد يفرح لما بيشوف أولاد في السن ده حفظت القرآن حاجة يعني ما شاء الله ربنا يبارك فيه وإن شاء الله يكون يعني فعل كويس يعني أعتقد قبل مواجهة مهمة زي ماطش الزمالك طبعا دي لقطات اللعيبة النهاردة بتهالي اللعيبة كانت فرحانة بالولد جدا زي ما هو فرحانه هو موجود وسط أولاد النادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي كان هم كمان فرحانين بيه جدا الحقيقة كابتن سيد وكل نجوم الفرق النهاردة كانوا بيتصوروا معي حتى مستر موسيماني كمان دخل يتصور معي لقطة لطيفة جدا يعني الحقيقة ناشو الله ربنا يبارك فيه وفرح أهله طيب خليني أقول لحضراتكم طبعا إحنا بنقرب جدا من مطش المنتخب الوطني يهمنا من ناحية طبعا المنتخب المصري يحسن فكرة أهل الكاميرو عندنا مطشين وراء بعد في خل 3 يام 14 و 17 ست نقاط مع توجو المنافس الرئيسي لنا في المجموعة كينيا وجزء القمر يمكن يكونوا نوعا ما بعيد شوي وبالتالي المطشين اللي جايين في منتجة الأهمية لو المنتخب عمل فيه مسكور كويس على أقصى تقدير أو على أسوأ تقدير أربع نقاط على أحسن تقدير ست نقاط أعتقد نحن قطعنا شوت كبير جدا المنتخب الوطني بقيادة كابتان حسين بدري هيدخل النهاردة بقى معسكر هبتدي النهاردة معسكر مغلق في واحد من فنادق القاهرة عشان يستعد المطشين إن شاء الله 14 و 17 في التصفيات اللي بتأهل لكاس الأمم الأفريقية والفريق هيتدرب على أستاذ القاهرة وبالمناسبة أستاذ القاهرة هو الملعب اللي هستضيف المباراة والحقيقة يمكن انتحاد الكرة في الإطار ده كان حصل على كل الموافقات الأمنية اللازمة والمنتخب كان حصل على راحة المدة 24 ساعة ويستقنف تدريباته إن شاء الله بإذن الله النهاردة طبعا المفروض يوصل السلاسي محمود النيني ومحمود تريزيجي وأحمد حسن كوكا لعبي منتخب مصر المحترفين طبعا في أوروبا النهاردة بالليل القاهرة عشان ينضموا لمعسكر منتخب مصر ووصل خلاص أحمد حجازي لعب اتحاد جدة السعودي خلال الساعات اللي فاتت طيب أنا مش أقول عليها أزمة ولكنها مشكلة وأصارت حالة جدة للفترة الأخيرة جدا فكرة مين يشيل شارت كابتن منتخب مصر يعني مين نحسبها إزاي ودي الحقيقة يمكن مرتبطة بعدد من المعايير اللي بالتأكيد اتحاد الكورة والجهاز الفني بيبقالوا رأي فيها في رأي يعني الموضوع مالوش علاقة بالأقدمية يعني فكرة الأقدمية دي فكرة عاف عليها الزمن أنا بيتهيها لأنه شرط القيادة دي لها متطلبات وفيها صفات أو سمات شخصية لابد أنها تتوفر في قائد المنتخب بصرف النظر عن هو بيلعب مع المنتخب المصري بيقالوا قد إيه فكرة أنك أنت تقود فريق خصوصا فيه أوقات وفي مواقف ممكن تتعرض فيها لصعوبات وممكن كتير جدا تواجه مواقف محتاجة قائد يجمع المنتخب ويكتاز بيها المراحل دي أعتقد دي حاجة ملاقش علاقة بالأقدمية على كل أحوال كابتن حسين قرر يأجل الموضوع ده والكلام على المعايير الخاصة بشارة الكابتن لغاية بعد معسكر مارس اللي جاي ومنتخب حاضر في حلقة النهاردة طبعا ضفنا هيكون نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر كابتن عدل عبد الرحمن حلقة خاصة هنكلم فيها بالتفصيل عن مواجهتين المنتخب مع تواجه طبعا يعني إحنا زي ما قلنا لحضراتكم في بداية الحلقة إنجاز كبير قوي لميار شريف طبعا إنجاز تاريخي حققته لعبتنا المصرية بطلة التنس بعد تحقيق مبارح لقب بطولة شارلستن المفتوحة للتنس وكتاب التاريخ جديد لها في اللعبة وكمان تقدمها في تصنيف لعبات التنس المحترفات عالميا بعد ما كانت بتحتل المركز 164 عالميا قبل البطولة وبعد فوزها على البولندية كتازكينة بمجموعتين دون رد وبكده هتوصل المركز 132 اللي مفروض يصدر خلال الأيام المقبلة أو يوم الاتنين يعني مفروض المركز ده هو الأعلى في تاريخ لعبات مصر التنس وما حصلش قبل كده أن أي لعبة وصلت لي بالشكل ده ما يرقوا اللعبة عربية تتوج بطولة شارلستن والتاني إفريقية تفوز بيها بعد ما وصلت الجنوب إفريقية أماندا كوتزر للقب عام 98 طيب هاخدكوا في خبر سريع على رونالدو أبن من روح للبوندزليجا مبارح كان فيه مطشين يعني جمدين جدا الحقيقة يمكن مش فرق جماهيرية لكن الحقيقة شفنا فيهم كرة حلوة تستهل نقدمها لحضراتكم النهاردة بوندزليجا وكمان الدولي البرتغالي بس أقول لكم خبر بسرعة عن رونالدو المشوار مع اليوفي قد ينتهي لأن اليوفي شايف أنه كريستيانو رونالدو بقى حمل تقيل وبقى مرتب الدون بالنسباله عبء كبير جدا على الميزانية خصوصا في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها معظم الفرق الكبير عشان كده بيفكر يبيع كريستيانو رونالدو مين ممكن يكون في الصورة؟ بريس سان جرمان بيفكر بشكل جدي أنه يستقطب النجم البرتغالي لصفوفه هروح مع حضراتكم بقى يعني الحقيقة لمطشين نبتدي ببنفيكا نروح الدوري البرتغالي الأول أنت إيه رأيك؟ أن نروح لأ متشجع مين في بورتغالي أو لا متشجعيش حد في بورتغالي؟ بورتو يلا هو هو اللي معروف بقى يلا بورتو طب على فكرة بورتو مبارح كسب في الوقت اللي منافس الأساسي بتاعه بنفيكا خسر بغلطة طبعا ساسجة جدا من حرس المرمى ده مطش أو دي أهداف مطش بورتو في الدوري اتأخر الأول بورتو بهدف بعد كده تمكن من التعدل بعدها يمكن بداية بسيطة جدا قبل ما يتقدم بقى في بداية الشوت الثاني بدربة رأس زي ما حضر لكم شايفين وبالمناسبة بورتو على فكرة من الفرقة التيلة في أوروبا يعني يمكن هو مش رملا أنا بشجعه لي مش من أنت عارف أن بورتو هو السبب في صنع شهرة جوزي مورينيو موريني لأنه خد معه دوري الأبطال في سنة من السنين فتقدم اسمه مورينيو اللي يمكن ما كانش حد يعرفه على مصار أوروبا قبل ما خالص صح خالص على الإطلاق يعني أنا شفت أن هورينيو ده يعني الحقيقة يعني بلونة كده فرقعت وكسرت الدنيا بدون أي معطيات ما حسيتش أن الراجل آه يعني قدم بطولات وكل حاجة بس ما هواش المعجزة ما قدرش أقارنه بأليكس فاركسن ما قدرش أقارنه بجوارديولا ما قدرش حتى أقارنه بيورجين تابو شخصيته فيه شوية غرور جدا صح يعني ومتصادم ومتعالي يعني لا بس بصرف النزل عمريني نروح ليفركوزن أنا هوريكي النهاردة عارفة المباراة اللي حددتكم هتشوفوها دي السكورشيت بتاعها خلص 4-3 بعد ما ليفركوزن كان متأخر مرتين قدر إنه هو يفوز 4-3 ففي السكورشيت اتكاتبت 4-3 وفي الحسابات النقط طبعا زي ما حالكم شايفين ده الهدف الهدف الأول من الهدف المباراة دي فيها سبع أهداف وزي ما قلتلكم سكورشيت هتكتب 4-3 والثلاث نقط هيروح ليفركوزن بس أنا شايف إنه الماتش ده مفوضي يتحس بـ 4-4 ليه؟ لأنه دخل في الجون مونشنجلات بخ دخل جون في آخر الماتش أنا شايف الجون ده لازم يتحس بـ 2 جون لازارو جون لازارو ده الهدف الثاني ليفركوزن خاني واحدا أنت بتلعب كورة كل يوم أربعة تعرف تعمل الجون ده؟ لا عايف عليك أحسن منه كمان أنا عايز بس نشوف الجون الأخراني بتاعاجلات بخ أنا عارف إنه وقتنا بيجري بس أنا يعني كل الكويرة هيستمتعه جدا بجون ما بيتكرارش كتير على فكرة هنا النتيجة بقت 3-1 ليفركوزن وليفركوزن على فكرة برضو كان من كبار أوروبا يعني أنا فاكر إنه في سنة من السنين ده الجون برضو حلو قوي جون فيه إسرار وفيه وفيه قوة وفيه سرعة وزاوية ميتة دي كاتشوت على فكرة ما كاتش عرضية بس يعني شعات بتبقى نشوف الجون الأخير بقى ده أحلى جون في المطش الحقيقي أنا في الأول افتكرت إنه هو جاب الجون بالهد بس في الريبلاي بتاعت اللعبة اكتشفت النوت ضيف خليه جيب الجون بكعب رجل وادي لإعادة وده جون المفروض ده جون المفروض يتحسب باتنين طيب نتمنى إن إحنا يعني كون نقدمنا لحضراتكم شوية أهداف حلوة كده في حلقة النهاردة وطبعا فقراتنا متواصلة عندنا سكايب النهاردة يا سارة سكايب مهم جدا ونتكلم طبعا عن محمد صلاح واللي اكتشف محمد صلاح طبعا في المقاودين العرب في النشيئين بس بعد الفاس برحب بحضراتكم ماريا تانية وخليني كده أخذ حضراتكم لرحلة نجاح كبيرة كلنا بنفتخر بيها كمصريين هيكون معي دلوقتي عبر سكايب إيفيكا توتجوف مدرب دي جون الفرنسي ولكن الأهم من ده هو مكتشف محمد صلاح الراجل ده درب عنديه كتير في المنطقة العربية ولكن كانت أهم فترة بالنسبة لنا احنا كمصريين طبعا وجوده في نشيئي المقاولين العرب وهو اللي قدر يكتشف محمد صلاح وهو اللي صعده للفريق الأول طبعا برحب بيك على شاشة قناة الأهلي في برنامج السادسة دعمتكم ومساء الخير عليكم خليني لازم أبدأ معاك من محمد صلاح أول ما شفته إيه اللي لفت انتباهك لي إيه اللي خلاك تكتشف أن محمد صلاح لعب مميز عن غيره من اللعيبة التانين نعم حين وصلت لمكاولين العرب كان علي أن أقوم بتصنيف اللعبين أيضا وكان مدير النادي دكتور عمر طلب مني كهدف أن نقوم بإعادة هيكلة النادي ومسيور أن يكسبوا المباريات وليس أن يخسروا كما كان سابقا وفي 16 دقيقة كسبنا كسب محمد الفريق الماتش لوحده وبالتالي كانت مفاجأة للكل وبهذا كان فريقنا فريق الشباب كسب الفريق وبعد المباراة مباشرة تكلمت مع المسؤولين في النادي وعن طريق مترجمي وطلبت منهم أن نقوم بضم هذا اللاعب إلى التدريب التالي مع الفريق الأول وقال مدربه في ذلك الوقت أن محمد صلاح أعتذر تدروف هل هو من يتحمل مسؤولين أجبته نعم وأنا جاد فيما أقول ودخل محمد صلاح فقط خمسة أيام في التدريب قبل اللاعب مقابل أكبر فريق في اللقارة حينها وأعطيته الفرصة هو واثنين لعبين آخرين من لعبي الفريق الذين كان واحد منهم هو أديسو كي وكان لعب وسط وكان لديه نوعية جيدة من الكرة والآخر كان باسم وأعتقد أنه نتيجة لذلك أيضا انتقل إلى اللاعب الاحترافي في سوسرا وانينيكي أيضا كان يلعب للفريق الأول ومن خلال هؤلاء اللاعبين الأربعة حصلنا على نتيجة جيدة ومباراة جميلة ومن هنا كانت الفرصة لأن ننتهز أو ننهش منهم الفوز يعني هل يعني كنت شايف المنتاليتي دايما نحن بنقول أن المنتاليتي أو عقلية محمد صلاح مختلفة عن أي لاعب تاني أو على أقل في مصر لأنه فكرة الاحترافه ومش بس خد فرصة الاحترافه لكن ثبت نفسه بشكل كبير قوي وشفنا أداءه وإنجازاته كمان مع ليفر بول وكمان في الأندية الإيطالية قبل ليفر بول إيه اللي كان مختلف في عقلية محمد صلاح نعم حقيقة أنا لدي شريط أول لعب أول ماتش لعبه هو كان الماتش الذي أعتقد أنه كان الأهم بالنسبة لحياته وأنا أشاهد هذا الشريط دائما وأعتقد أن الحالة التي كان علي في عمر 18 عاما كان عنده 18 عاما حين لعب مع الفريق الأول وأرانا جميعا أنه لا يخاف من شيء وكان يلعب بقلب ميت وهو بالتالي وكنا نرى في عيناه أنه يطلب أن نعطيه الكرة وأنا سوف أكون وكما لو كان يقول أنا سوف أكون بالباقي ومن هنا كان علينا أن نحسن منه وسكام مدربين ولكن كان لديه هذه الموهبة منذ المولد وكان محمد صلاح كان لديه الفرصة أن ينال التربية المناسبة من أهله لأنه على مدار مصاره الفني كان دائما هو ذات الشخصية لم يتغير لم تغيرها الشهرة ولا المال وهذا ما أقول أنه أفضل ما فيه وهو كلاعب كورة هو أيضا إنسان وإنسان تم تربيةه بطريقة صحيحة وما أثر فيها منذ أول ماتش لعب محمد صلاح هو أن لديه نوعية وسرعة لم أرى في لعبين آخرين وكذلك قدرته على تغيير الاتجاه وتغيير سلسلة اللعب لا يمكن لمدارف أن يعلمه له تفضلي فن كلنا عارفين محمد صلاح لما نشوفه في الملعب وعارفين مهاراته وسرعته قديه لعب كبير قوي هل ممكن تقررنا شوية أكتر من شخصية محمد صلاح لما كان 18 سنة فيه سمات معينة كان بيتميز بيها في الشخصية على المستوى الشخصي الجماهير ما تعرفهاش نعم اسمحي لي أن أعيد لك أن أول ما لمسني فيه هو أنه لا يخاف شيء لا يهب شيء ومنذ أول دقيقة لعبها على الملعب كان يلعب منذ لو كان يلعب وهي الله هذا الملعب منذ عشرات السنين وبالتالي أنا لدي هذا الشريط وأعتقد أنه لديكم أيضا وإن رأاه مشاهدين سوف يفهمون كان محمد صلاح يلعب منذ مباراته الأولى كما لو كان يلعب على ذات مستوى الذي يلعب عليها اليوم وكأننا نتأكد كنا جميعا متأكدين من أنه سيصبح لاعب متميز ونجم لأنه كان يلعب ليس فقط بهذه القوة ولكن مقابل لعبين كبار ولعب أيضا مقابل الفريق القومي وكانه خمسة لعبين يلاحقونه ولكنه حقق ما حققه وأرانا كرة جميلة وبهذا ترك علامته مقابل صفر للفريق الآخر وأكمل مشواره وأكمل هذه النوعية من اللعب على مدار الماتش كله وأيضا كان يلعب بالثقة وليس فقط بنوعية أو بالتقنية وهذا ما سمح له أن ينتقل من نادي إلى آخر يعني من النوادي الكبرى سواء وصولا إلى إيطاليا وكذلك الدولة الأخرى إنجلترا وأرى أن الفرص الكبيرة التي قد استطيع أن يمنح له مدربه في ليفر بول هو أنه يحب اللعب وهذا المدرب أيضا أقول لك أنه يحب محمد صلاح كذلك لتواضعه برأيك إيه نقطة بالتحول الكبرى في مسارته الكروية ومين أكتر مدرب أنت تشايف أن هو قدر يطلع من محمد صلاح أفضل ما عنده أعتقد أن كلوب هو من فهم محمد صلاح منذ أوله إلى آخره لأنه أرى أنه ليس هناك من يمكن استبدال محمد صلاح به أو يكون باستبدال محمد صلاح لأنه كلوب وإن كان من أكبر المدربين أرى أن من سبقه لم يكن قادر على فهم محمد صلاح ومعدنه إلا أن يورجين كلاب لم يستمع لا للمينيوم ولا لآخر ولا حتى للصحفيين ووضع ثقته في محمد صلاح وهذا هو ما كان مطلوب وما منح محمد صلاح الفرصة وهو الثقة المدرب التي منحه إياها أو نقلها إليه المدرب تنصح محمد صلاح بالاستمرار مع ليفر بول ولا الاحتراف نادي تاني في أوروبا إن ليفر بول هو بكل الأحوال حتى قبل أن ينضم إليه صلاح هو أحد أكبر النوادي على مستوى العالم ولكن على مدار 15 أو 10 السنين الماضية كانت أيضا هناك هيمنة لبقي الفرق الإنجليزية وربما ذلك لأن لم يكن لديهم المدرب المناسب ولكن الآن هذه النوادي الكبرى الموجودة في كل العالم يمكن إذن لمحمد صلاح أن يتوقف للحظة ويفكر هل يود أن ينضم إلى فرق آخر مثل برسلونة ولكن أنا أقول برسلونة لأن لديه الدعم المادي الكبير وكذلك أنا أعتقد أن ربما قد يكون ليس الأفضل هو أن يذهب إلى برسلونة ولكن أن يبقى في لوفر بول ومن جهة أخرى أرى أن ريال متريد هو فريق بدأ أن يشيب وبالتالي محمد صلاح يعلم كيف هو محبوب من المتفرجين وموثوق به ولكن أنا شخصيا أرى أنه من الأفضل أن يبقى في ليفر بول سيدتي بشكرك جدا إفيكا تودروف على وجودك معنا وكمان بشكرك على الهدية الكبيرة اللي أنت هدتنا بها كلنا والعالم كله اللي بيمتعنا الحقيقة بموهبته وبكرته الكبيرة ومن موهبة مصرية عظيمة موهبة مصرية عظيمة برضو الشناوي خليني أقول لحضراتكم بعض أرقام الشناوي الحقيقة طبعا حارس مرمى النادي الأهلي هو رقم 16 وطبعا الطول 191 شناوي 31 سنة وكل ما يتقدم في العمر كل ما هيدي أكتر وطبعا عدد المباريات اللي عبها في الدوري 30 دخل مرمى بس 8 أهداف مباريات بدون أهداف كان كلينشيت 24 مباراة والتصديات الفائقة 23 التصويب وتصدي يعني 69 تصويبة صد منهم 61 التمريرات الصحيحة 592 ونسبة طبعا التمريرات الصحيحة 82 صناعة الأهداف واحد وطبعا تمريرات بينية صحيحة 2 من 2 وقطع التمريرات 39 كل يوم هيكون معنا أرقام للاعب من لعبي النادي الأهلي طبعا وإحصائيات ولكن في قراءة أكثر قراءة فنية للأرقام دي طبعا مع نجم التحليل كابتن عادل عبد الرحمن مع الإعلامي المتميز أحمد سمير بعد الفاصل قبل الأوان بنتكلم الحقيقة يمكن إحنا عدنا بموسم صعب جدا موسم طويل جدا وده أدى إلى حالة طبعا بعد وصول أهلي والزمالك الحمد لله لنهائي دوري أبطال أفريقيا أدى إلى مشكلة يمكن تبان أصارها بشكل كبير السيزن اللي جاي لأن السيزن اللي جاي الحقيقة مزدحم جدا حضركم عارفين أنه الأجندة الدولية بسبب توقفات الكتيرة جدا في 2020 بسبب فيروس كورونا طبعا اترحلت أو اتشفتت سنة قدام وعشان كده بقول لحضراتكم من النهاردة أعتقد أنه الأندية والأجهزة الفنية على وجه التحديد فرصها صدع شديد جدا إزاي هتتعامل مع موسمين يكادوا يكونوا متلاحمين في ظل الارتباطات كبيرة جدا على المستوى الدولي عندنا منتخب أوليمبي بيلعب إن شاء الله يعني يلعب في أوليمبياد توكيو عندنا منتخب مصر بيستعد لكاس العالم ولكاس الأمم الأفريقية 22 في الكاميرون وكاس العالم طبعا فأنا أتكلم على سيزن مزدحم جدا إزاي المدربين وإزاي الأجهزة الفنية يتعامل مع ده خصوصا إنه اللاعبين في النهاية بشر وليهم طاقة معانا خذوا بالحضراتكم كمان إنه الموضوع ممكن يكون ليه علاقة شوية بفكرة التغيرات اللي حصلة أنا بيتهاية لأنه السنة اللي جاية هتكون بداية صهور طرق جديدة في اللعب يعني التغير اللي حصل على سبيل المثال في فكرة ضربة المرمى اللي كان بيبقى غير مسموح لحالة المرمى ملعابها غير برا السندوق حالكم عارفين القانون تغير ده أدى لإيه؟ لو بتابعوا مطشطات أوروبا أدى لفكرة إنه التحضير دايما بقى من وراء خالص وأدى كمان من ناحية تانية إنه ضغط الفرق الكبيرة بالذات بيبتدي من قدام هنتكلم في كل التفاصيل دي وهنتكلم طبعا أنه ده يهمنا بشكل رئيسي على منتخب مصر ومواجهتين يلعبهم مع توجو زهابا في القاهرة وأيابا في لومي مع واحد من النجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر كابتن عادل عبد الرحمن ضفنا فيه السادسة مسأخيري كابتن عادل مساء الخير أولا أنا سعيد بتواجد معاك يعني أنت يعني من ناس ناس لازم تعرف أن أنت من ناس الأدامة علمية قوي يعني ما شاء الله يعني الشرف لا يا كابتن ونتفرج عليك من زمان يعني الشرف لا يا كابتن عادل هبتدي الأول قبل ما أدخل في الأحمال وتلحم المواسم ما يهمني الأول أتكلم معك شوية عن منتخب مصر لأنه للأسف رغم أنه المجموعة مفترضة أنها كانت تبقى سهلة نسبيا بالنسبة أنها بنتكلم على توجو جزر قمر كينيا ولكن يعني ترتبنا فيها المطشين اللي عبناهم ما أخذناش النقطتين إزاي بتبص لمواجهة توجو وهل بتشوف أنها مواجهة صعبة زهابا وقيابا نلعب قاهرة ونلعب لومي 6 نقطت شايف فرص منتخب مصر في المطشين إزاي طب خليني بس أرجع لحتة المجموعة سهلة وصعبة تمام أقولك حاجة وممكن تبدو أنها غريبة يعني أي مجموعة هتلاقى بيتوجد فيها مصر على مدار التاريخ مباراة متبعدة بتبقى صعبة عليك لكن أي إن كان أسماء الفرق عشان التحضير والاستراتيجية إنت تلعب بطولات مجمعة زي الفل بدليل إنك تكسب كاس أمم أفريقية تكسبتها ثلاث مرات مع الكابتن حسن شحات وراء بعضه مع الكابتن محمود الجواري رحمة الله عليه صحيح ولكن لما تيجي تعمل معسكرات طويلة الأمد أو فكرة أنك أنت هتلعب توجوه هتلعب أيهما من الفرق مصر فرقة كبيرة يعني مصر هي الأولى في أفريقيا علشان عدد البطولات طبعا ولكن أنت دائما في الحتة بتاعت التحضير للمباراة على الأزمنة البعيدة استراتيجية أنك أنت الدور بتاعك يبقى منتظم علشان تلعب أمتى وعلشان تحضر منتقبك أمتى وعلشان الحاجات دي إحنا عندنا في أكسور طول عمرنا والحالة دي كلها والحالة دي الناس دلوقتي بدأت تتعدل شوية عندنا من اللعيبة المحترفين الكتير لو عندك عدد من اللعيبة المحترفين تقدر الاستراتيجية بتاعتك تشتغل أغرز من عنك اللي هو في الأجنتة الدولية أو في الأزمنة بتاعت أنك تجي لك تجيب لعيب المحترف لكن أنت أحيانا تدي معسكر طويل ما يستهلش وأحيانا تدي معسكر قليل وأحيانا تجهد اللعيبة وكتير من الوقت وكتير من الوقت ودي حقيقة يعني وكتير من الوقت أنت ما بتحضرش بمباراة ودية كويسة يعني أنت إلى الآن ما لعبتش مباراة ودية مع منتخب ده إزاي يعني ده دفح سباتك لماتش توجو ألقك طبعا لقني الناس ترجع تقول طبعا برضو أهل والزاملك ما بلعبه في البطول أهل والزاملك عنده ما يوازي تسعة لعيبة محترفين فالأهل والزاملك في تسعة لعيبة محترفين أنت ما احتكتش باللعيبة بتاعت منتخبك أو مدرب جديد زي كابتن حسام البدري ماسك الفرق عاوز يعمل السيستم بتاعه أو حاجة يعني يعني تحضرات كتير أنت ما عملتهاش وفي فرق مثيلة لك عملتها في القماشة اللي مع كابتن حسام البدري القائمة النهائية اللي أعلن عنها من وجهة نظرك تخدمه أو تعود القصور اللي موجود في الجزئية دي ولا شايف إنها مش هتسهل المهمة هو تلعى زكي كابتن حسام وخد أكتر عدد ممكن من اللعيبة الأهل والزاملك اللي هم محتكوا كتير أو لعبوا كتير والغير اللعيبة المحترفين يعني القائمة جاب كل اللعيبة المحترفة يكاد تكون بره وكمان في عدد كبير من لعيبة الأهل والزاملك متواجدين وبيرميز كمان فأنت بتتكلم في ناس كانت بتلعب مباريات ومباريات قوية جدا في كلاس الأمم بعد الرجوع من كورونا في الوقت ده لعبوا مباريات قوية لعبوا قبل نهائي ووصلوا لنهائي كمان حتى بيرميز فرقة اللي خدنا الكابتن حسام خد مجموعة منها كانت بتلعب نهائي المطلوب من المطشين اللي جايين نحن طبعا يعني بتالي برضو بيخدمنا أكتر نمطش الأول المواجهة لقولها هتكون في القاهرة وبعد كده هنسافر توجو بعدها بتلاتيين المطلوب من العلامة الكاملة زي ما بيقولوا من وجهة نظرك إن المنتخب يحققهم في المطشين اللي جايين وإزاي من وجهة نظرك ده ممكن يحصل يعني أنا متخيل إنك لو خدت الستة نقاط هترتاح جدا وهتوصل لكاس الأمم وبعدين عندك أنت أكتر من لعب محترف الدوري مضغوط عندهم قوي زي محمد صلاح وزي درزيجي فأنت بتتكلم في إجهادات وبتتكلم في السفر وحاجات كده بس بحسابات الأسماء كابتن عادل يعني أنا بشوف النتوجه ممكن تكون أقوى هي بتتزيل المجموعة طبعا بس ممكن تكون أقوى فرقة بتنافس مصر في فكرة التأهل هل ده من وجهة نظرك برضو ما يكونش واحد يعني من الحاجات اللي ممكن صعب المواجهة هو أكيد المواجهة التانية أصعب المواجهة الأولى بتاعتوجه المواجهة الأولى يعني أقول على ملعبك ورغم أن بعد الجمهور في الوقت الحالي ما بقاش حتة ملعبك أو خارج ملعبك كبيرة أو بتفرق كتير يمكن الثقافة دي خلاص انتهت في العالم يمكن كورونا علمت الناس هما في أوروبا الثقافة دي موجودة في طولة أبطال أوروبا بتبقى موجودة ما مش من زمان تخرج تلعب بره تخرج تلعب في أي حتة فأنت بتلعب لإسمك وبتلعب للمكس بالتلاتة نقاط لكن في أفريقيا والعالم التالي في الكورة لسه حتة الملعب حسابات الملعب ولسه في عالم تالي في الكورة كابتن عامل فيه طبعا عمر ما الدنيا هتبقى الليفلات يعني مش هينفع أن هي بس متكلم مثلا على مستوى القارة الأفريقية بتهيلي الكورة في أفريقيا دهارت كتير جدا في العشر سنين الأخرينية أكيد ولكن ومنشوف فرق ملهاش تاريخ أو منتخبات ملهاش تاريخ عندها ممكن لعيبة في المحترفة بره أكتر حتى من المنتخب المصري بكل التاريخ والعريض وكل البطولات اللي خدها في بطولة كمنتخب يعني على مستوى القارة الأفريقية وكل البطولات اللي حققتها حتى الأندية المصرية وعلى مستوى القارة الأفريقية خدها أقول لك يعني حاجة مهمة كل الأندية اللي بتلعب اللي عيبتها بيلعبه في أندية كبيرة قوي كل المنتخبات اللي عيبتها بتلعب في أندية كبيرة قوي شوف تاريخهم في أمم أفريقية مثلهم تاريخ قليل اللي حاجتين الحاجة الأولانية عدم ما جيهم لفرقهم وحتى لو جملة فرقهم بيجوا مش قادرين ولكن في تصفيات كاس العالم تلاقيهم شأن تاني وشكل تاني لأن برصة كاس العالم للبرصة الأمم الأفريقية دي حقيقة لجب نعترف بكده أنت لعبت فاينال 2006 مع سحل العاج كودفوار وكودفوار كانت كان فيها منتخب عظيم فيهم أربعة كان فيهم ساعتها أربعة شيلسي ويعني توري ودروكبة وزاكورة وزاكورة كانت توتنهام وعبدالله ميت ومدنة دون يعني عايز أقولك على ودروكبة ويايا يعني أنت بتتكلم في لعيبة جامدة وبتلعب أفضل أكبر أنديه في العالم وبوكة كان بلعب انتلقت فرانك فورتي يعني حاجة كان يعني حاجة كان بلس إي ودأة ولكن الموضوع أن هم هيخرجوا من الملعب مش رايحين بلدهم رايحين بره هنا وهين عشان الناس لكن لعبة مصر هتفضل عايشة في البلد وتفضل تتكلم عشان كده لما تيجي الناس ما بترداش بأداء اللعيبة المحترفة عندك ليه هم هم افتكروا أن اللعيبة المحترفة ممكن يضحي بناديه وممكن يعمل يعني أديك مثال أنك أنت في مثلا صداع في ريفربول في الوقت الحالي من دلوقتي عشان صلاع سبعة وفي يناير وفي يناير إيه مش السنة دي انت بتتكلم في 2022 فانت بس في الصداع شغال من دلوقتي خلي بالك والفكرة بتكمن أن إزاي تجاوزوا الحاجة دي علشان كده كالس الأمم الأفريقية في الاتحاد الدولي كتير أو بيفكروا أن هو يبقى في شهر ستة أو في شهر سبعة عشان يبعد عن الارتبطات بتاعت الأندية لأنها فلوس ويعني وبيزنس طبعا بيزنس تعرف أن الليفربول لو محمد صلاح جه في البطولتين كنادي يغسر في الرعاية بتاعته أجزاء من فلوسه حاجات حاجات إحنا لسه ما بصناش عليها أولا شوفنا يعني ما فيش حاجة اسمها بطولة تتلعب في يناير يعني في يناير أنت بتتكلم في انتقلات شتوية ما بين أندية فبطولة أفريقيا لازم يتغير تاريخها أنت غيرت أنت نجحت في حاجة في بطولة أفريقيا أنت كانت زوجي وزوجي ده كان كاس عالم أنت دلوقتي بدأت أعمله فردي علشان تمعد عن العام بتاع كاس العالم طيب خليني أخد حضرتك للمنتخب مصر بشكل عام قبل ما في صفحة المنتخب بروح لفكرة سيزن الجديد وصلنا نهائي بطولة أفريقيا بعد معاناة لسنين طويلة وصلنا وصلنا كاس عالم برضو وصلنا ولعبنا بطولة أفريقيا على أرضنا وبين جمهورنا كان فيها حضور جماهيري أكتر من رائع ولكن خرجنا من الأدوار يبدو أن المنتخب برغم أن القماشة اللي عندنا تقول عندنا لعبة محترفة فقندية كبيرة مش قليلة مقارنة بالأجيال اللي قبل كده عندنا الأهلي والزمالك دايما في بطولة أفريقيا زمالك واحد كونفدرالية الأهلي وصل للنهائي وصل للنهائي تاني يعني في حالة زخم تقول أن القماشة بتاعت اللعيبة على أعلى مستوى ورغم كده المنتخب وكأنه فقد هيبته يعني وكأن المنتخب فقد أنيابه مش قادر مش هو ده منتخب مصر اللي عودنا حتى في أسوأ مراحل دايما موجود وحاضر وبينافس هل شايف أنه إحنا على عتاب المرحلة دي تنتهي ولا هتكمل معنا شوية كمان هي التكملة في الناس اللي بيقودوا في الإدارة اللي بتدير المنتخب مش المدربين ولا لعيبة كرة القدم يعني يعني أنت بتتكلم وحضرتك تكلمت على كاس الأمم اللي خرجنا فيه خروج مزل أنا بعتبره مزل لأنك أنت أفضل كاس أمم ده في التاريخ أفريقيا تحضيرا وتجهيزات واستعداد وإنت عملت كمصر عملت كاس أمم تناسب متخيله مثلا يناسب زي كاس العالم اللي عملت العالم كتير اللي عملت روسيا في مقرنة حصل ملاعب هيلة تنظيم على أعلى مستوى فكر على أعلى مستوى لكن تغزلون في الآخر بالنتيجة دي حقيقة مصر ما تستهلش كانت من اللعيبة أو من الجهاز وأنا بقى مش بقول اللعيبة بس هما من الإدارات أنت لازم تعرف أن الإدارات هي اللي بتفشي للمنتخب يعني يعني مشكلة حقيقة بلوجة نظرك لا يتحملها لعيبة منتخب مصر ولا الجهاز الفني المنتخب مصر في التوقيت لا مع الجزء من الجهاز الفني اللي أنت بتختاره مع أنت اللي بتقود دفة الكرة في مصر أنت اللي بتختار مدرب المنتخب أنت لو تتخيل المدربين اللي جوهم آخر كوبر وأجيري اللي اتنين لما جوهم منتخب مصر جابوهم إزاي مين متخصص جابهم وإنت ممكن تكون سبيع كويس قوي ما هو فيه مدرب منتخب وفيه مدرب نادي يعني كابتن حسن شحاته على سبيل المثال ده مدرب منتخب لو اشتغل في أندية ما اشتغلش كويس وأثبتت التجارب إلا كان في البداية بعدما مدرب منتخب خلاص بقى سيستم بتاعه كده ممكن كوبر يبقى مدرب نادي كويس أو أجيري ممكن يبقى مدرب نادي لكن مدرب منتخب أو كمان على سبيل المثال الفرق بين الاثنين ممكن توضحها فيه فرق كبير جدا المدرب النادي استراتيجية بتتعمل يومي مدرب المنتخب استراتيجية انت ممكن تعملها على مدار ست شهور وسنة واثنين عشان تعمل معسكرات وعشان تخرج إزاي وإنك تنقل المنتخب إزاي أو بالمعنى الأصح الخامات اللي انت عايز تعملها بطريقة لعبك رغم أن المنتخب يعني المفترض عندك القماشة أعلى وأفضل لأن النادي انت عندك قيمة القيمة موجودة معاك في النادي مرفرض عليك لكن أنا منتخب ممكن أشوفها وأختصرها لك في كلمتين في المنتخب المدرب اللي بيعمل طريقة اللعب في النادي اللعيبة هي اللي بتعمل طريقة اللعب بمعنى أن المدرب هو بيلعب مثلا 4-4-2 فياخد منتخبه على 4-4-2 وسامل بدري مدرب نادي ولا مدرب منتخب أو ما مدربش منتخب أو مدرب نادي بين مواصفات والمقاومات لحاجة بتفرقت بينها بين مدرب نادي ومدرب المنتخب شايف كابتن اسم حسام البادري ينطبق عليه أكتر أي موديل من الاتنين ينجح أكتر كمدرب نادي ولا كمدرب منتخب أنا شايف أنه مدرب منتخب ينجح أكتر بشرط واحد في حاجات ممكن يتخلى عنها هيبقى أفضل من كده ألف مرة زي إيه كابتن يعني دينا على سبيل المثال الصورة تبقى كاملة لا يعني وجهة نظري الناحية النفسية ناحية النفسية آه بتاعة اللاعبين آه ممكن يعني على سبيل المثال مش على الحصر يعني ممكن دخل نفسه في مشكلة مثلا بتاعة مصطفى محمد آه مفيش مدرب منتخب في الدنيا ممكن يتكلم على لاعب عنده على الملأ في الإعلام انت لو بتنتقد لعيب انتقده بينك وبينه أو لو انت عاوز تتكلم كويس على لعيب المفترض انك انت متكلمش عليه في الإعلام عارف ليه أنا دلوقتي مثلا افضل لعيب في مصر في الوقت الحالي موجود مثلا محمد صلاح انا مقدرش ان انا اتكلم على محمد صلاح مجازا يعني ان محمد صلاح هاخده ومش هاخده وهو عنده حاجة وما عندهش حاجة هديجي في الوقت انك انت بتختار في المنتخب هتتورد يعني انت مثلا اتكلمت وقلت مصطفى محمد وده شفناك تصريح نقص حاجات عاوز شغل كتير وخدته في المنتخب يعني انا كنت من وجهة نظري ان الكلام المفترض ما يتقلش خالص فهي فهي دي اللي انا عايز اقولك في المنتخب محتاج الكلمة عاملة لو خرجت لازم تخرج صح طيب مشوار منتخب اولمبي مشوار منتخب اول اهلي وزمالك وكان معانا بيرمتز برضو قريب في نهاية كونفيدرالية والاهلي وزمالك عندهم نهاية بطولة الشهر ده نخش بعدها في شهر 12 في موسم جديد عندنا اولمبياد السنة الجاية عندنا تصفيات افريقيا وكاسعة يعني سيزن اعتقد فيه منتهى 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 الصعوبة جاي بعد سيزن قريبا طويل جدا يعني سيزن اللي احنا فيه ده تقريبا سنة وشهرين اهو كان فيه مشكلة كبيرة طبعا ازاي ممكن نتعامل وازاي نحط سيناريوهات متوقع عشان ما يكونش فيه ازامات السنة الجاية ده هيكون سؤالي لك يا كابتن عدل بس بعد ما نروح لفاصل سريع ونرجع لمشاهدين مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية ومرة تانية تنتج عن المشاركات الكتيرة جدا سواء للأندية او للمنتخبات الاول والأولمبي في السنة اللي جاية بس لقطة اخيرة بينما نحن كنا نتكلم على الماتش ازمة شارت الكابتن دي شايفها ازمة ممكن تكون يعني لها تأثير ازمة كبيرة ولا الموضوع مشكلة مفتعة وممكن انها حلها انها تتحل بمنتهى البساطة هي بمنتهى البساطة زي العالم كله ماردونا كان اصغر لعيف في المنتخب وكان هو كابتن التيم ميسي اصغر لعيف كان في المنتخب هو كابتن التيم انت عندك قيمة اسمها محمد صلاح ده وجهة نظر عندك قيمة اسمها محمد صلاح استثنائي لازم ياخد شرط الكابتن اتحلها كده يعني هي ما فعلش ذكاء ولا نصاحة فكرة الاقدمية وفكرة لعب مع المنتخب امتى ما هو احنا احنا ليه بنتعلم من الأوروبيين حاجات بسيطة بس وما بناخدش الحاجات المهمة اللي عندهم ما دي حاجة منها كريستيانو رونالدو طول عمر وموكبتن منتخب البرتغال الا لو فيه لعيف فز اوي زي كريستيانو ممكن ياخدها معنا لكن انت تتكلم كل منتخبات العالم الكبيرة اوي اللي هي فيها لعيب عظيم مثلا محمد صلاح ما افضل ثلاثة لعيبة في العالم في الوقت الحالي لازم نعترف بدي يعني انت عمرك ما كنت متخيل ان فيه العيب يلعب في الدورة الانجليزة عندك بالنجاح لا لكن صلاح من وجهة نظر صلاح من وجهة نظر محمد صلاح بعد ما وصل للنجاح الكبير ده تفرق معاه موضوع الشرق يعني لو محمد صلاح لابس شرط المنتخب هو في الملعب تفرق معاه ولا اي حد تاني لابسها لا يعني اقولك حاجة محمد صلاح يدي للشرق تقلي في الوقت الحالي ويدي المنتخبك تقلي في الوقت الحالي هم بيحسبوك كده على فكرة ويدي للحكم تقلي خلي بالك الحكام برضو لما بيكلمه الكبات النتين بيكلم نجمج لما يكلم لعيب عادي صحي في نفسية الحكم خلي بالك ايه لما يجي ياخد معاه قرار ولا يتكلم معاه فيه كلام كده دعو في ضلع في العالم يعني دي حاجة كبيرة او ان انا اقف اتكلم معاه ففي حاجات بيبقى ليها حسابات حسابات وحسابات وحسابات احنا الى الان مش عارفين نلمس فيها لازم نلمس فيها شوية مفيش يعني انا من كابتن حسام البدري محمد صرح كابتن منتخب واجيب اقدم لعيبة لكن ايه يعني اللي يزعل اللي يزعل يتفرق على الفكرة انا كنت بقول ده كابتن عدل في اول الشارة دي مش رتبة يعني الشارة دي مكانة وشخصية ومهارات قيادة يعني والحقيقة انه اه محمد صرح حامل انجازات لكن هو الاهم كمان قدرته على قيادة الفرقة جوه المستطيل اتكلم كلمة واحدة بس في الموضوع ده انت عارف ان حتة الكابتنة في المنتخبات الكبيرة وفي الاندية الكبيرة اي ما بتبقاش مهمة اوي عارف ليه لان اللعيبة من السستما كل لعب عارف اللي ليه واللي عليه ما ينفعش دلوقتي تحط مخبر على العيب طيب نروح بقى الموضوعنا التاني وده اللي يمكن يكون زي ما قلت في بداية اللقاء مع كابتن عادل قبل فوات الاوعات كلمنا على تلاحهم مواسم كلمنا على موسم أورادي احنا بنخلصه وبنفنشه دوقتي موسم طويل جدا وموسم جاي زحمة جدا وبالتالي عندنا مشكلة كابتن عادل في فكرة اللوض على اللعيبة موسمين داخلين في بعض والتزامات كتير جدا للاندية والمنتخبات وهبتدي الحقيقة بفكرة الأحمال حيك شايف انه في الموسم اللي جاي ولا شايف انه الدنيا ممكن في ظل طبعا عندنا وسائل جديدة جديدة دخلت على الاستعداد والتجهيز والاستشفى وراء يعني يعني خلينا اقول لك احنا من امتى بنسأل على المواضيع دي في مصر بكلمك بمتالأمانة طول عمرك الجدول بتاعك مش منتظم طول عمرك احنا كمدربين بنفجأ ان انت بتعمل ثلاث فترة اعداد في الموسم ولكن خلينا نتكلم من ده اقدر وقت خد فيه العيبة راحة للسنادي اللي هي الاربع شهور متى كورونا فانت بتتكلم في تلاحم موسم مش في السنادي السنادي ما فيهاش مشكلة كبيرة هي بس الجدول بتاعك اللي هو يبقى مضغوط شوية والعالم كله كده انت في وقت استثنائي في العالم وليس في مصر بس كل اللي حتى انت كنت تخيل في دماغنا ان يكون كس امم اوروبا اللي هو او شامبنزليج في اوروبا يتلاعب بدون جمهور ما ينفعش ولا دورة مجمع ده خسره ده خسره مليارات المليارات انت فاهم ولكن انت لازم تتعايش الناس كلها بتتعايش لما تيجي تتعايش تخسر اقل حاجة ممكنة عشان لما تيجي تخسر اقل حاجة ممكنة تعمل زي ما لما رجعوا الكورو احنا هنشوف يعني لقطات كده احنا مجاهزين مجاهزين لحضرتك تمارين من اكبر يعني الفرق في اوروبا وحاك عرف انه المطشاط في اوروبا سواء في دوريات كبيرة او في شامبنزليج او في اوروبا ليج في تلاحهم في رتم اقاع سريع جدا يعني تشوف في بعض الدوريات ممكن تشوف مطشين وتلاتة انت بتتكلم في الدوري الانجليزي دوري تلات مباراة في الأسبوع صحية مش في الدوري ما بين ابطال اوروبا معلومة اللي بيقولها كي طبعا ده مثلا جزء من تمارينات بشرونة وجزء من تمارينات باير بس الوقت امتى بمعنى اي الوقت يعني ممكن ميكونش الايام دي ممكن يكون قديم لا انا بكلم في فكرة انه حاجة بتقولي الوقت انه ممكن الناس كتير جدا في اوروبا تبقى فاكرة او الناس كتير هنا تبقى فاكرة انه الناس في اوروبا ومدربية الأحمال في اوروبا بيشتغلوا وبيوصلوا الليل بالنهار وده موضوع مش صحيح خالص يعني ممكن حتشرح لنا ده ازاي وليه عندنا الوضع هنا مختلف في مصر اولا اولا لازم نعرف ان مثلا الدور الانجليزي لما نجي نتكلم عليه حتى بيسمون اسبوع الانجليزي الاسبوع الانجليزي بيتخللوا بمبارياتين ومبرافكس أمم اسبوع والاسبوع التاني يعني مثلا الاسبوع ده بيلعبوا ثلاث مباريات الاسبوع اللي بعد بيلعبوا مبارياتين الاسبوع اللي بعد بيلعبوا ثلاث ايه التمرينات دي بالمناسبة بتعليد بلاتي كنتعني كلها جديدة يعني بيكلم في قلال الثلاثة أو اربعة تيامة الأخيرة اللي احنا فيهم دول اوكي ده انت في حاجة في حاجة في الميديا وانت استاذ وعرف الحاجات دي انا ممكن اكون مدرب فرق او منتخب عشان لما تيجي تصور معايا بصور بطريقة لكن شغل التاني بطريقة تانية ايه على شغل وقت الكاميرات بهم موجودة في شغل اوما الكاميرات تطلع في شغل تاني ده ده دي ميديا يعني لازم الناس يعرفوا لكن مش هيديك الاسلوب بتاعه ويخليك تعرضه على العالم كله علشان الاندي تاخد منه تمام فما فيش الكلام ده يمكن اللقطات اللي احنا بنتفرج عليها دي كلها لقطات عادية للتصوير ولكن خلينا نتكلم في حتة تلاحم المباريات ما فيش حاجة اسمها ممكن مدرب احمال يدي احمال للعيبة هو اللي بيشتغل فيه بس في الوطرة دي بيشتغل حاجة اسمها استشفى والاستشفى ده علم كبير قوي هنا المدرب بتاع الاحمال المفترض انه هو بيبقى شاطر في دي او مش شاطر في دي لو هو شاطر في دي انه هو بيرجع اللعيب للاستشفى بتاعه ودي زي 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 ما تقول موضة مثلا ديك السابق على سبيل المثال احنا لو تكلمنا في التمانينات تلاقي الاستشفى ممكن تلعب مباراة بعد المباراة بتعود لك حوالي 72 ساعة حتى ما ترجع للاستشفى بتاعك ده في التمانينات في التسعينات كان بقى تقلت المسافة شوية انت في الوقت الحالي من الاجهزة وغرف الاكسوجين ودي حاجة مهمة والحاجة التانية اللي انت بتتكلم فيها انك انت مدرب الاحمال بيشتغل في عكس الدور الدموي حاجات كتير قوي في الاستشفى والتلج والعوض وزون حاجات يعني انت بتتكلم في حاجات كتير قوي ممكن رجعت الاستشفى لتسعتاشر ساعة والاوروبين بيعملوا كده مع السفر انت ممكن تلاقيهم بيلعبوا بعد 32 ساعة 33 ساعة مباراة بيلعبوا وبيلعبوا مباراة تانية يالنزل بتتكلم لغة تانية غير اللي حم نتكلمها كابتا اكيد طبعا بيتكلمه لغة تانية خالص اللي هي لغة الفكر بتاع الاستشفى ده فكر عالي قوي لغة ان انت ما تجهدش لعيبك في التمرين طب قدم ما تجهدش في المطريات حاجة مش شايف انه السنة اللي جاية يعني من هنا الستاشر شهر اللي جاية من اول اتناشر ابتدي السيزن عندناها في مصر لغاية لما نروح كاس عالم 22 ان شاء الله لو قدر لنا ان شاء الله شايف انه انه احنا لابد ان الحاجات تتاخد في الاعتبار شايف لابد ان احنا نبتدي نجهزها من بره ودي مسؤولية مين هل هنا بنكلم الاندية خصوصا الاندية كبيرة زي الاهلي والزمالك اللي بالتأكيد هتشارك في بطولات كتيرة جدا وبالتأكيد قوام المنتخبات الأساسية سواء أوليمبيا أو منتخب مصر الاول هيبقى مابني على لعابتهم ولا بنكلم اتحاد كورة ولا بنكلم مزارة شبه يعني بنكلم مين مسؤولية مين هي المفروض منظومة كاملة يعني مفيش حاجة بتبقى فردية خالص انت لو في عندك عنصر مكسور في الوسط في وسط الترس اللي انت شجل فيه هيأثر علي الجامع داوي المفترض ان الاتحاد الكورة بيعمل البلان بتاعه كويس وعامل كمان بلين وبيه علشان لو حصل ايه ممكن يرجع ايه يعني انت ممكن مهدد في حاجة تانية مهدد بقفل تاني في كورونا العالم كله ممكن يقفل كده فانت هترحل تاني فانت خلي بالك ومهدد جدا انك ده عندك مشوار مطش مهم في كاس العالم تلاقي عدد كبير من اللعيبة مش موجود ما الاهلي والزمالك عينه السيزن ده في نهاياته يعني احنا من بعد توقف كورونا كابتان عادل وتفتكر احنا خط هجوم نادي الاهلي تقريبا كان يعني اجنيحة الاهلي مكادش موجودة ايقاف او اصابات بعد شوية رحنا للخط الدفاع بقى احنا لعبنا مطش الوداد تقريبا ما كانش فيه يعني لعيب احتياطي عندنا عددكة بره بنلجأ دايما لفكرة التبديل في رئيط الرداء مع زمالك عندها عدد كبير ما انت في وضع استثناء احنا تكلمنا فيه يعني انت عارف ان العالم كله في الوقت الحالي بيعدي بس بيتعايش بيتعايش مش لازم يعمل كل اللي هو رغبه وكل اللي هو عايز انت عارف دي اللي انت دايما ايه عايز تقول اننا كويس عايز تقول اننا ما عنديش اي مشكلة ما عنديش اي حاجة فانت بتاخد اقل خسارة وبتشتغل عليها علشان كده احنا لما نيجي نعمل منظومة بتاعتنا نشتغل عليها كده انت تشتغل علي السيناريو الاسوأ دايما اي 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 قائد او اداري لما يجي يشتغل يعدي الموضوع تعدي الاسوأ مش الافضل وبعدين تنزل من الاسوأ لتحت لتحت يا حد ما تلاقي السيناريوهات كلها انت عملتها عشان لما توصل تخلق الاولاني يفشل عندك تدخل في التاني تدخل في التالي هي دي البداية فانت عندك المشكلة في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيها عندك منتخب مصري مثلا عنده تصفيات كاس امم انت بتشتغل فيها هترجع النادي الاهلي والزمالك هيلعبوا بعد 27 وبعدين لازم تخش في دوري وبعدين لازم هتشتغل في تصفيات تالي عندك اهلي والزمالك في بطولة دوري عبطال وعندك بيرامدز مقاولين في كونفدرالية وعندك تصفيات كاس عالم وتصفيات امم افريقيا وعندك اولمبيات توكيو يعني وضع غير لا هو وضع ستسنائي بيحصل في العالم كله ده كل ده هتدي شهر 12 يعني شهر 12 اللي جايد على طول انا عاوز اقول لك حاجة العالم كله بيشتغل كده دلوقتي هو اللي يقع منه يقع بمعنى ايه بتكلم في الكورة يعني المبارات اللي مش لازم تبقى مبارات عظيمة قوي ده انت بتتحيل على الامر يعني مثلا في الدوريات الاوروبية بيشغلو لك الصوت الجمهور علشان يحسسك هو ده احساس بانك انت كبني قدم عايز تتعايش انت فاهمني ولكن ده صخب ومش هتلاقي الهجمة شغالة وواحد بيحي جمهوره والحاجات يعني حتى في دي انت بتتكلم في انك انت عايش بس فانا في الوقت الحالي لازم انا عايز اعيش ولازم اعيش ولازم الكابتن حسام مثلا كمنتخب على الاقل لازم يبقى في جعبته حوالي 45 لعيب زي ما انت قلت يا سيد احمن انت قلت كلمة مهمة قلت ممكن في لحظة ما يلاقيش 7 لعيب ما ليش 10 لعيب ما يلاقيش 12 انت منتخب غير نادي عارف ساعتها يقولك ايه هيقولك لا اختار من عندك انت عندك قماشة يعني انت القيد بتاع المنتخب ممكن يدخل عاربي بقى ديه كل اللي بيمرسوا قرة القدم في مصر ده كده منتخب بلدك تلعب بيه فساعتها لما لو واقع منك 20 اقولك هات 20 غيرهم فمش هيأجلك مباراة فيجب على الكابتن دي من دمن الاستراتيجيات افتكر ان هما مبصوش عليها انت لازم تكون انت عندك عدد من اللاعبين حوالي 50 لعيب ولازم يعلنوا انت لازم تقول يعني انا لو كنت من الكابتن حسام كنت اعلنت المنتخب مصر 50 بس ااخد منهم 20 وعمل قايمة مبدئية كان فيها عدد اكبر طبعا من قايمة انهاء اللي اعلن عنها مؤخرا بيبقى 5-6 لا انا اعرض 40 كابتن محمود الجوار رحمة الله لما اعملها لما اول لما رحنا كاس العالم قبلها اول التصويات اعلن 60 لعيب في مصر دول من قوام المنتخب القومي ليه علعبوا بطريقته ويفهموا طبعا ويبقى فيه تجانس بينهم يطلع واحد يدخل واحد وعلشان لما يجي له واحد ما ياخدش وقت معاه وما فيش منع ان انا اعمل كمان اجتماعات بيهم اللعيبة الستين انا خدت عشرين لاعب 25 لعب في المنتخب كان جنرال الجوهري برضو طبعا ما هي كرة القدق بص المدرب حكات صغيرة تفاصيل تفاصيل ممكن مدرب بيبقى سطحي وكان بيتصدم حتى يعني افتكر ان كابتن جوهري في مناسبات كتيرة مش بس في امم افريقيا 98 اللي كسبناها اولا في كهس عالم ايطاليا 90 اللي روحنا له في اوقات كتير جدا كان لما بيبقى مسؤول كان بيبقى عنيد جدا في اختياراته في اوقات كتير جدا بيتهاجم ومنسمع حالة صخب عنيفة جدا ده الحاجة دي اللي قلتها ليا ارسو زحمة دلوقتي كابتن محمود الجوهري لما كان بيجي ياخد لعيب منتخب كان بيحطه تحت يعني 6 شهور انت دلوقتي اللعيب اللي بيلعب مباراة وحدة كويسة بياخده المنتخب ده معنى انك انت ممكن ما تكونش لعيب عندك اللعب دولي لانه لازم الناس تعرف فيه لعب محلي وفيه لعب دولي ممكن تكون انت جامد اوه في الدور بتاعك وعلى تاريخ وعلى مدار التاريخ مصر كلها فيه لعيب انت مش مجتنع به في المتشاط المحلية بتلاقي في المتشاط الدولية افضل لعب في الملعب علشان كده بقولك كابتن جوه لما كان يجي ياخد لعيب يحطه تحت يعنيه 6 شهور يعني اقولك حاجة سريعة كده كابتن جوه لما جي خدني المنتخب اول قعدة بيني وبينه فتح لي كتاب كده وقال لي بص انت لعبت 16 مباراة بتاريخ 1 2 3 4 في الديئة 30 عملت ايه وفي الديئة 20 عملت ايه وفي الديئة عشان كده انا خدتك عاوزك تعمل 1 2 3 4 تقدر تقول لي دلوقتي ممكن مين اللي بيعمل الحاجات دي وخلي بالك اللعب المدرب اللي هو زي كابتن محمود الجوهري كل مثلا جيل يجي واحد زيه ده حقيقة يعني طيب لو خدتك لطرق اللعبة كابتن عادي يعني الحقيقة يعني انا كمان الفترة الاخيرة دي اغلب المطشاط في الدوليات اللي كان فيها مواجهات معارة تقيل يعني انبارح كنا بنتفرج على او نيوميكو الفجحة على مان سيتي وليفر بول بلاها بروسيا دورتمود مع باير ميونيخ وابلاها كان فيه كذا مطشو التعديل الاخراني انا تقيلتها لاحظ كما حكي على سليب اللعبة او طرق اللعبة هل تتعاقل معها التعاقلات التعاقلات دي تأثر عليها هل ممكن تشوف وبيتهيالي كمان ده هيزود اللوت شوية عن الناحية البدنية عند اللعيبة مساحة الملعب بقيت اوسع اللعيبة بتضغط عند الخط عند السيكس يارد فهل تتوقع انه تعديلات القانون تأثر على على التاكتكس بساعة الفرق وبالتالي على الاحمال البدنية للعيبة اكيد طيب نتكلم على اللي هو التعديلة اللي هي ممكن القرى مش لازم تخرج بره بره السدوء الناس لازم تعرف انه دي تعملت علشان تزود الاهداف عشان حتة الضغط اي نادي اي ياخد القرى من تحت ممكن تضغط عليه وشفت اخطاء كتير وحصلت من اجوان وحصلت حاجات كتيرة اول ويمكن كان اكتر من وقت فكروا في تعديلات حاجات كتيرة ويمكن انا كان ليا نصيف في حتة التعديلات دي وانا نكون شجال في الدور السعودي كانوا في لجنة جاية من اتحاد الدولي بتروح على الخمس كرات كل كل بلد بيروحوا يستطلعوا دور التاع بمدربين البلد ده وكانت سعودية عن اسيا وجنة وانا حضرت اجتماع من ضمن الاجتماعات في اكتراحات انك تزود مساحة الملعب في اكتراحات انك انت تغير خطوط الملعب علشان حتة اللعب تزود المساحة وتخلي نفس عدد نفس عدد اللعيبة وفيه كان فكرة انك انت تشيل لعب وتلعب بعشرة لعيبة يمكن كل ده احنا حضرنا وكنا احنا بنتناقش فيه مع الناس كل ده بهدف زيادة وطريقة اللعب يمكن لما وصلنا يمكن انا واحد من الناس فكرت وقلتلهم اول حاجة لو زودنا مساحة الملعب هنقسر دوريين كبار قوي زي الدورة الاسبانية والدورة الانجليزية لان مساحة الملعب حوالين ما فيش اشتراك عندهم معظم انديتهم معظم استاداتهم معظم اشتراك فمش تعرف توسع يعني حتى لما انت كمان تغير خطوط الملعبة تبوز هوية كنت تبقى زي الراجبي ولو شلت لعب دي انا بقى ما اتكلمتش فيها ده انا جبت الدكتور هو اللي اتكلم فيها عشان الضغط على اللعب والجاري ممكن يعرضه اللي كان بيتعامل على 11 هيتعامل على 10 ممكن يعرضوا المخاطر كتير قوي صحية اه صحية وساعتها كنا اتكلمنا في حاجات لقد راحة حالات الوفاة والحاجات والضغط على القلب والحاجات دي كلها انت ممكن اللاعب وصل احنا وصلنا اللاعب دلوقتي انه بيجري 13 كيلو في المباراة و 12 في كاس عالم ممكن يجري 13 من 13 ل 14 في امم اوروبا كانوا بيجري ل 12 كيلو وصرنا يعني احنا الى الان الحمد لله احنا موصلنش لل 9 كيلو في المباراة يعني لكن انا بتكلم احنا في الطبيعي يا عطبا ام اللي مش طبيعي ام اللي مش طبيعي ام اللي مش طبيعي لأهم وصلوهم لديه خلاص يعني الليقة البدنية وخلي بالك ضغط المبارات ما بيأثرش عشان عندهم استشفى جيدة بيرجعوا فيها فبتلي 19 ساعة يرجع جهاز تاني يعني بدليل هديك دليل ان لعبة الهندبول ولعبة الباسكت ممكن يلعبوا يوميا ولعبة الفولي مش بيلعبوا في الدورات المجمعة في كاس عالم مثلا ممكن منتخب هندبول يلعب 9 مبارات و4 تسعة ايام كل يوم مباراة كل يوم مباراة كل يوم مباراة انت بس دي لازم نشوف الحتة اللي استشفى في الاندية دلوقتي الاندية اللي عايزة تكسب كويس لازم تدخل العلم بقى ويدخله حد بتاع استشفى وأحمال جيد جدا وواحد مخطط أحمال ولكن هيفشل شوية في مصر لانك انت مش عاوز مخطط أحمال دي انت عايز عبقاري علشان في لحظة واحدة تلاقي الموضوع تغير ووقفو لك دوري ومناسبة الرشدة دي كابتن عاد الوصفة الصحرية اللي انت قلتها دلوقتي ايه اللي تحب تقوله للعابة النادي الاهلي في مرحلة استعدادهم لنهاية دوري أبطال أفريقي يعني أنا عايز أقولهم انتوا قديتوا أداء جيد جدا اشتغلتوا شغل عالي قوي في الفترة اللي فاتت في الظروف الحرج اللي احنا فيها والنادي الاهلي دايما متعود منكم على الأفضل والأحسن ومش عايزين نضغطهم خالص العبر قرة في القدم امكانياتكم تؤديكم ان انتوا ان شاء الله تنجحوا في المباراة النهائية والموضوع موضوع ان هو يوم لازم استعدادنا ليه ونشوف جمهور النادي الاهلي تخيلوا انتوا لما هتسعدونا وتسعدوا جمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي اللي يستاهل لان هو ده الصراحة يعني من وجهة نظري ان كيان النادي الاهلي جمهوره عمله حلووي فعلشان عايزين نفرح الجمهور فاحنا وثقين طبعا في الله ثم في لعبتنا 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 لعبة جيدة يقدروا يكسبونا الكاس ان شاء الله شرفتنا ونورتنا شكرا جزيلا عبدك مع نفس سادسك الله يخليك وان شاء الله نتقابل دايما اننا نورنا وان شرفنا دايما واشكر حضراتكم وعلى المتابعة نقابل حضراتكم بكرة حلقة جديدة والسادسة تحياتي لكل الاهلوية اللي تابعوا حلقة النهار